السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بصف حديليس كانت مننا دائما تكونوا بخير وعلى خير وكانت مننا يلقاكم الفيديو ديالي وانتما في اتمسحة وعافية وسنة سعيدة مسبقا لا يدخلها علينا وعليكم بصحة والسلامة ويرفع علينا ربيها للوباء وكيف ما وعدتكم في الفيديو السابق ديال تحضير ديال الجنواز انني غادي نحضر لكم تورطة فغادي نحضر لكم جوج ديال التورطة هذه الجنواز هذه اول وحدة هي عبارة عن حلوة ديال الرس العام اللي زينتها بالفواكه وكذلك بالورود ابقوا معي تل اخر الفيديو بشوفوا الطريقة ديال تزين ديالها وغادي نوريكم طريقة سهلة كيفاش تكتبوا على الحلوة ووجيكم مقدة لا تنسوش تديروا ابوني وتفعلوا الجرس لو كنت اول مرة تزوروا القناة ويلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبرتجيه مع الاصدقاء ديالكم محببكم باشتعون الفائدة وغادي نبدأ على بركة الله فورجة ممتعة بسم الله على بركة الله بيعوا جالا غادي نوريكم طريقة ديال تحضير ديال الجنواز يلا بغيتوا تشوفوا التفاصيل اكثر فارجعوا الفيديو السابق ديال تحضير ديال الجنواز ثلاثة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ مع معنقة صغيرة ديال فاني وتسعين جرام ديال السانيدة بربطهم زيان حتى تقل خالط وغادي نزيت تسعين جرام ديال الدقيق الأبيض نخلطه غير بشوية باش ميتكسر ليش البيض وخديت المول ودهنته بشوية ديال الزبدة وفرشت للورقة ديال الزبدة وحتوه ودهنته بالزيت وفرغت الخليط دخلته الفران نخليه كتاب على خطره ودرجة الحرارات تكون مهيلة حتى يطبوه تنفخ نخليه حتى يبرد وعاد نقلبه ونقطعه نقطعه هنا على خمسة ديال الأجزاء نحتفظ بثلاثة ديال الأجزاء ونخليه غير جوجهما اللي غدين نوجد بيهم الحلوة نوجد في الأول السيرو اللي غدين نسقي به الحلوة قدرت نسكس ديال السانيدة مع نسكس المسخون ومعلقة كبيرة ديال كونفيسور ديال المشمش نخلطهم مع بعضياتهم وغدين ديرهم فوق النار يغليو لأن المسخون ضغيه كي يغليو غير واحد جوجة قايا يقصافي وكانت في النار وغدين نفلغهم هنا في زليفة نضيفهم وغدين نضيفهم نضيفهم لكي نوجد الكريمة نحتاج فيها جوجة العلب ديال دانيت كراميل هذا الفلان ديال ديال ديالسير وغدين نزيد كس ونصف ديال الحليب اللي يكون بارد حتى تقريب يتلج نضيف الكس الأرب في الأول ونزيد كس الأرب في الثاني نحتاج جوجة العلب الكريم الشانتيي أو البودرة الشانتيي وغدين نضيف العلبة الثانية وغدين نضيفهم بالطراب الكهربائي على سرعة مرتفعة حتى تتقل الكريمة ما كنت أخدش وقت بزاف لأن الحليب كان بارد وضانيت حتى هو كان عندي في تلاجة وحتى البودرة ديالسير كانت عندي في تلاجة وحتى البودرة ديالسير والدراب والإناء اللي كانشتغل فيه كل شي كانوا عندي في تلاجة فرها ما كنت أخدش تقريبا 1-4 حتى 5 دقيق كتكون واجدة كتجي عاقدة مزيان وبطبيعة الحال كتجي الديدة بزاف بعدما قدت الكريمة ستوقفها للخفق سنقسم الكريمة على جوج لأنني سنقوم بجوجة للطبقات سنقوم بجوجة للطبقات باش كيجي سهل أنني المنطلة حلوة باش كيجيو الطبقات مقدين وكيجيو مستويين وكيجي فيهم نفس القياس ديال الكريمة ما جيتش جيها فيها الكريمة بزاف وجيها فيها غير شوية فهدي طريقة سهلة باش تمنطيو الحلوة غادي نقعد الكريمة في كل البلابوش وغادي نحاول نمشيها لداخل باش ما سوقاش كتخرج لي من اللي يكون كل المنطة الحلوة لأن الكيميا ديال الكريمة كتيرة فلابوش صافي غادي نحتفو الدباب الجوز الثاني وغادي ناخد هنا يصحن ديال التقديم اللي قدرت فيه الايطار وغلفته كامل ببابيوس والفغيزي باش يجيني سهل أنني نحيد منه الحلوة ما تلسق ليش فيه صافي غادي ناخد أول قطعة دبا غادي نسقيها بسيرو بعد ما برد غادي نحاول ندير كيمياء كبيرة من السيرو حتى كتفزقن زيان هاد القطعة وكتولي هكارطبة وشربن زيان كتولي الكريمة والجينواز متدخلين مع بعدياتهم وكلهم بنفس القاوان صافي دبا غادي نديرها في الوسط ديال الايطار لان الحلوة اللي غادي نحضر غادي تكون القطر ديالها كبر من القطر ديال الجينواز هادك شعلا شوضعتها في الوسط غادي نمسح دبا للمكان في مكان نشتغل وغادي نزيد الصحن الوسط باش تبال لكم السوراء واضحة وغادي نبدا كندير في الأطراف ديال القطعة ديال الجينواز الكريمة وكذلك فوق منها غادي نحاول نوزع داك الكيمية ديال الكريمة اللي درت في الأول فلابوش وغادي نبقا كنقدها باش تولي مستوية ومتوقع جهة طلع جهة نزلة باش تولي الكريمة كلها طبقة وحدة غادي نهز الصحن ديالي وغادي نديره فوق هاد الصحن اللي كيدور باش جيني سهلة لاناناني المنطل حلوة لان غير هاكاك جاتني صعبة اناني نقدها وغادي نجيب القطعة الثانية ديال الجينواز وغادي نسقيها بحل الأولى كنكتر لها السيرو حتى تولي شاربة مزيان اللي كثقتها بيدكم وكثبت لكم كلها شاربة سوف يقعد كتافي غادي نزيد طريفة صغار ديال الكيوي كنتم قطعهم ومجهدهم من قبل كيبقى خسياري ممكن ممكن تصغنوا عليهم ممكن ديروا اي فاكهة او اي مكسرة سبغيتون تومة سوف نوضع داك القطعة ديال الجينواز بعدما شربت مزيان كنضغط عليها غير واحد شوية باش كتشد بلاستها وغادي نوضع الجزء الثاني ديال الكريمة كنبدأ دائما من الأطراف وكننرجع للوسط صافي غادي ندير الكمية كاملة وغادي نحاول نمشيها ونسرحها صافي دبا غادي نبقى غير كنقدها باش تولي مستوية وتولي كلها مقدة ما تبقى الجهة تطلع وجهة نزلة لان هذا هو الوجه الفقني ديال الحلوى فضروري ما كان قده مزيان وغادي ناخد هذه الادات وغادي نحاول نمشيها باش يولي السطح ديال الحلوى مستوي ومقد غير بشوية كنعطوها الخاطر حتى كتقد وكتولي مالسة نحاول نحاول نحيد هدوك الزوائد ديال الكريمة اللي كتكون في الجوانب صافي دبا غادي ندخلها لتلاجة واحدة الربعة ديال الساعات او لو ممكن تخلي واحدة ليلة كاملة من الاحسن تبقى في تلاجة مدة كافية حتى كتشد راسها عاد غادي نجبدها ونكملها بالتزيين صافي دبا غادي نحيد الايطار كيتحيد بكل سهولة لان دك البابيوس والفوريزي ما كيخليه شي لصق وغادي نرجع نقض الجناب ديال الحلوى كان نشوف هل كانت باقيه شي بلاصها ونقض الجناب ونعمر دك الفراغات ونصرح الكريمة جيدة سواء من الجناب او من الفوق حتى كتولي مالسة كاملة ونصرح بكل سهولة لان الحلوى جامدة فراد غاية كتقد سوف نقض الجناب الكريمة كنت محتفظة بها لتزيين غير بشك تخفف واحد شوية ونزيين الجوانب الحلوى بها بطريقة كنخلي الكريمة تنزل غير شوية وهكذا وكي يجي الشكل بحلها ونزيين الجوانب المثال لكي نضيف الحلوى من الأطراف اقضيت شوية ديال الكريمة نضيف الحلوى من الأسفل ونبدأ نمشيها بحلج الشكل هادا. كس عطي واحد شكل زوين بحل بوبوشات متلسقين. وتقدرو تديرو غير وريضات صغرية لا بغيتو. فكي بقى لكم الاختيار. نفس الشي غادي نديرو حتى من الاطراف دي الحلوة من الاسفل. طفي بعد ما قديت الحلوة وزينتها بها الشكل هادا. غادي ندوز دبا باش نكتب فيها. وبجي نكتبها مقدة وما جيش معوجة. غادي نتراصل بلاصة اللي غادي نكتب فيها. بالعود دي الفواكه. هكذا ما تضيع ليش من اللي كندير الشكولات. كتكون بلاصة باينة كنتبع عليها بشكل سهولة. فهدي اسهل طريقة باش تكتبوه بالشكولات. وجيكم مقدة. فضروري ما كتشوفو اي شكل ديال الكتابة اختاريتو. وكتراصيوها كاوعات كتبعو بالشكولات. دوبت واحد شوية ديال الشوكولات تقريبا نجوج طريفات. رهم كافيين مع شوية ديال الزيت. والسير ديال الشوكولات باش تبقى معك مدة طويلة وتكتبي بيها بخاطر قبل ما تيبس لك. كتبقي كتخلطي فيها وتحركي فيها وخك الدوب باش كتجراءو في نفس الوقت كتبرد. وكتبقى شادة لمدة طويلة. هنا غادي ناخدها وغادي نديرها في لابوش. ومن الاحسن يكون عندك بحل هذا لابوش كي سهل الكتابة. ما غاليش كيدير درهم. كتخدمي بيه وكتعاودي. كتخدمي بيه مرة ووجوج كتغسليه وكتحييديه حتى كترجعي تتعمليه مرة اخرى. ركي بقى المدة طويلة. صافي دابا غادي نبدأ كنوضع الشوكولات في اللصل اللي علمت من قبل. وبهات طريقة كتجي الكتابة سهلة. ما كتعدبش. وما تخافيش منها نهائيا غير اختاري الشكل ديال الكتابة من الاول. كننبزف ديال اشكل ديال الكتابة. سواء كانت بالعربية او بالفرنسية فراها غادي جيك سهلة بهات طريقة هادي. وحتى الشوكولات ما كيجمدش وما كيقصحش نهائيا حتى تكملي الكتابة على راحتك. وحتى كتدخلي الحلوة للاجاء اعاد كيجمد. وبالنسبة للكتابة ممكن تكتبيها رقيقة او اللي اغلايدة كيبقى لكلي اختيار. وعلى حسب الشكل اللي عجبك ممكن تنفدي. كين اللي كتعجبوا الكتابة تكون غير رقيقة وكين اللي كتعجبوا الكتابة جي اغلايدة وبينها. فكيف ما كتشوفو انا نعود على الكتابة وغير بشوية. غادي نبقى كنقد فيها حتى ندير الشكل اللي بغيت وبين ما تخسر. بحتى انتم ما بقوا تحولوا معها غير بشوية حتى تتحصلوا على الشكل الكتابة اللي بغيتونتو ما. غادي نرجع نقدها واحد شوية. برسول اللي امزينا. كنحاول نزيد لها اضافات. صفحة وهكذا غادي نكون نكملت كلكتابة. وكملتها بالتزيين كيجي الشكل ديها جميل. فممكن تديروا اي كتابة بغيتونتو ما او اي ارقام او اي حروف. غادي نكملت زيين بالفواكه. ممكن ديروا اي فاكهة كانت متوفرة عندكم في البيت فما تقيدوش بهات الانواع اللي درت انا. هادو كانوا متوفرين عندي. هادو كشي لاش زيينت بهم. وانتم ما ديروا اي حاجة حتى. لكان عندكم غير البرتقال في الدر غادي تزينوه. وغادي تقدوه باشكال مختلفة. وغادي تزينو به الحلوة ديالكم. فمشي ضروري انها تكون مع مراب الفواكه مختلفة. بالنسبة للكيميا ديال الفاكهة اللي كفتني. فكينا ننوع اللي درت من نوع وحده وكينا نوع اللي درت من نوع نوع غير نص وحده. فارها كفتني انا نزيني الحلوة وغادي نزين بها حتى الصحن التقديم. إلا لاحظوا انني درت الحلوة في الطرف ديال الصحن باش غادي نزينو حتى هو. وباش غادي نطيل لمعان لهاد الفاكهة غادي نزيد النباج ممكن نديرو الجهيز وممكن توجدوه في البيت. بالنسبة لهاد النباج كندير فيه كاس ديال سانيدة وكاس ديال الماء كنديرو كي يغليو مع بعضياتهم وحد الخمسة ديال دقيق وكنزيد عليهم ورقة ديال الجيلاتين لمرطبة في الماء غير كتغلي واحد الغلية وكانت في النار. بطبيعة الحال كنكون موجدها من قبل حتى كي يبرد مزيان وعاد كن ندهن بها كالفاكهة. وغادي ندير من نوع حتى شوية كبشيتة من فوق الكتابة ومن فوق الحلوة باش غادي يعطيني واحد طبقة اللي لامعة وشفافة. وبطبيعة الحال بعد ما غادي ندخل الحلوة للتلاجة غادي يجمد النباج وغادي يعطيني طبقة شفافة من فوق الحلوة. وباش غادي نزيد نزينها خديت وريضات اللي صاوبتهم من قبل بالعجينة ديال الشكلات. غادي نزيدهم كتزين غادي يعطوه جمالية للحلوة. وحتى وريقات كنت موجدهم. وكذلك هاد اللوحة ديال الشوكولات الأبيض اللي كتبت فيها الفين وواحد وعشرين. ما كنتش صورت الطريقة ديالها كيف عصبتها. ولكن غادي نوريكم الطريقة كيفاش تقدرون تنتم توجدوها غير بشوكولات الأسود. لان شوكولات البيض ما بقاليش. فاخديت شوية ديال شوكولات تقريبا غي واحد منص ديال المعلقة. وريتكم الطريقة كيفاش تدوبوه من قبل. وغادي نبدأ كنمشيها بهذا الشكل هذا. ومن الاحسن شوكولات ديروه فوق الورق ديال الفرن او اللا فوق بلاستيكة. باش كيجي سهل. وصفي وغادي نبدأ نبدأ نقدلها الشكل ديالها كبسيكين حتى غادي نتحصل على الشكل اللي بغيت. تدخلي واحدة كتنشف وعد كتبوا فوق منها ارقام او حروف او اي حاجة بغيتون تومها. بزتلافت زين وريضات هكام على الاطراف ووريقات. اللي بات يسريكي يقدو بحال هاد الشكل هادا غير بالكارتون. ولكن احنا غادي نقدوه بالشكلة. تيجي شكل دياله جميل احسن. وهكذا كملت الحلوة ديالي بتزين. وزينت كذلك صح نتتقديم بهالطريقة هادا كشي علش من الاول حتيت الحلوة في الجنب ديال الصحن لانني كنت بغي نزينه بهالطريقة هادي. انتمنى هالطريقة تنال اعجابكم وتتنسوا ما تقدموا الحلوة ديالكم بهالطريقة هادي او لو بغيتوا تغيروا فكيبقى لكم الاختيار. يلا اجبكم الفيديو ما تنسوش تبارتاجوه مع الاصدقاء ديالكم ما احببكم باشتعم الفائدة. وهدي هي الحلوة من الدخل كيف هجات. ما تنسوش اللايك الفيديو ما تنسونيش بتتعاليق اللي دائما كانت طالع عليهم وكيف رحوني. ما تنسوش تديروا ابوني وتفعلوا الجرس لكم تقول مرة كتزوروا القناة الى اللقاء مع فيديو جديد مع السلامة.